إلى الشرطة الأمني ونبدأه من الأنبار حيث تسلم فوج المهمات الخاصة في شرطة الأنبار وجبة أولى من الأسلحة الأمريكية الرشاشة قائد شرطة المحافظة اللواء هادر زيج ذكر أن الفوج أكمل دورة تدريبية على مستوى عال من الاحترافية وستكون مهمته المشاركة في عمليات بسط الأمن في المناطق المستعادة من داعش والتدخل السريع في العمليات الاستباقية ضد مواقع وتجمعات التنظيم إضافة إلى إمكانية إشراكه في معارك استعادة المناطق إن طلبت قيادة عمليات الأنبار ذلك اليوم تم توزيع الوجبة من السلاح الأم سيكستين هذا السلاح له تأثير وأهمية خاصة في العمل وفي الميدان والقتال هذا السلاح قد وزع على الأفواج الخاصة من تشكيلات شرطة الأنبار سواء كان الفوج التكتيكي أو فوج اليوم هذا الفوج هو فوج المهمات الخاصة قوة أسوات الشرطة أيضا سيتم إدخالهم وتم إدخالهم دورات تدريبية على استخدام هذا السلاح إن شاء الله سيكون التعزيز من السلاح هو بنفس الوقت رفع الروح المعنوية القتالية لدى المقاتل ولدى ضباط هذه القوة هذه القوة ستكون قوة ضاربة مدربة بأفضل وأنواع التدريب ترجمة نانسي قنقر